موسيقى 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 الأعداد غير النسبية لو حسبنا جزر الخمسة لا يوجد قيمة طبيعية سيكون لدينا 2.0 أرقام كثيرة يجب أن تلاحظون هذه الأرقام لا يوجد منها شيء متكرر والجواب سيكون وغير منتهي هذا الجواب هذا جزء من الجواب لدينا أرقام ثانية أيضا لو حسبنا جزر الثلاثة يظهر لدينا عدد عشر ولكن هناك أرقام كثيرة وغير منتهية أيضا لو حسبنا جزر الثلاثة نفس العملية وكما لو حسبنا قيمة البي سنعتبرها 3.14 صح ولكن هذه قيمة تقريبية البي هي 3.14 وراها في أرقام كثيرة فبصورة عامة هذه نسميها أعداد غير نسبية ممكن هنا نستنتج تعريف العدد غير نسبية هو عدد تكون صورة العشرية غير منتهية وكمان غير دورية صورة العشرية غير منتهية يعني الجواب يعني الجواب اللي يكون عندنا هون غير منتهي وغير دورية ما في عنا قيمة مكررة إذا ملاحظين الأرقام بعض الفاصلة كلها مختلفة عن بعضها ما في عنا شيء مكرر سيكون العدد النسبي هو عدد صورة العشرية غير منتهية وغير دورية تقلم شوي عن العدد النسبي في له قسمين إما يكون صورة العشرية منتهية أو تكون صورة العشرية غير منتهية ودورية الفرق بالنسبة عن غير نسبي أنّو الغير نسبي يكون صورة العشرية غير منتهية وغير دورية كما تعلنا هذه الأعداد قسم violence الكل مoral أن لنا لا temähرة جزر 9 قيمته 3 هذا طبيعي ، ماذا لا توجه ورغب است 먹어� most و حسابناها تكون الحسنين هذه جزور طبيعية مثل الجزر الاثنين NO 3 و Stmouth سنسميها أعداد غير نسبية، لأن لو حسبناها ستكونون الصورة العشرية غير منتهية و غير دورية فهيا الأمر رئيسيين، الأعداد النسبيين إلى قسمين إما تكون الصورة العشرية إلا أن تكون عشرية صورة مدراضة أوanticsية أما الأعداد غير النسبية ستكون صورة العشرية غير منتهية وغير دورية هذا الفرق بيناتي